محمد علاء ممثل مصري معروف بدأ مشواره خلال فترة الجمعة واستطاع أن يلعب جميع الأدوار التي أسندت إليه بدقة عالية بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكها خلف عدسات الكاميرا ولد الفنان المصري محمد علاء الشهير فنيا باسم محمد جاميكا في يوم واحد مايو عام 1982 في منطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة درس جميع المراحل الدراسية في القاهرة إلى أن تخرج من الثانوية العامة مع معدل جعله يكمل دراساته الجماعية في جمعة 6 أكتوبر وتخرج من قسم التمثيل والإخراج كان محمد علاء من عشاء رياضي كرة القدم وكان لاعبا للعديد من الأندية المصرية مثل النادي الشرقية للدخان واتحاد الشرطة لكن لم يكمل مسيرته الرياضية بسبب تعرضه لإصابة في قدمه يعتبر النجم المصري من النجوم الأكثر شمولا حيث بدأ حياته الفنية في مجال الموسيقى بعد أن ترك كرة القدم ولعب لفترة طويلة على آلة الجتار بالإضافة إلى ممارسة الرقص كما كان لحبه الشديد في المزيكة دور في عمله كديجي بدأ محمد مشواره الفني وهو في السنة الأولى من الدراسة الجامعية حيث حصل عن طريق الصدفة عندما التقى بالمخرج طارئ العريان في إحدى المناسبات الخاصة وقدم له لأول مرة على الشاشة دور من خلال مسلسل ريميل والذي عارض لأول مرة في عام 2004 وتحدثت عليه عن بدايته في إحدى الحوارات الصحفية قائلا حصلت على دوري في ريميل بالصدفة حيث قابلت المنتج طارئ العريان بالصدفة في عيد ميلاد أحد أصدقائه واستكمل كلامه قائلا وكان وقتها ينشئ شركتين أحدهما لمواهب التمثيل والأخرى للموسيقى لإكتشاف الوجوه الجديدة أتاح وقتها الفرصة لكل من يرى فيه نفسه فنان أن يذهب ويوقع عقد معه قدم بعد ذلك العديد من الأدوار البسيطة إلى أن أسند له المخرج أحمد أبو زيت دور في فيلم الشياطين بطولة الفنان شريف مونير وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها علاء في السيغمة نال شهر واسعة بعد مشاركته في فيلم الشياطين وأثبت الموهبة الكبيرة والحضور المميز الذي يمتلكه أمام عدسات الكاميرات لتتويل عليه الأعمال الفنية المختلفة ولعل أبرزها مسلسل سيبع جار حيث كانت الانطلاق الحقيقي للنجم محمد علاء في عالم الفن والشهرة قدم الفنان محمد علاء الكثير من الأدوار المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة ووقف أمام كبار نجوم الدراما المصرية ومن أبرز أعماله التلفزيونية مسلسل خاص جدا وعرض خاص المواطن إكس وجسد شخصية جامايكا التي اشتهر بها كما شارك في مسلسل سر علني والأعلى سعر سيبع جار اختفاء أمر هادي زي الشمس رجال الزل أما على المستوى السينمائي فلم يشارك علاء في الكثير من الأفلام ونذكر أبرزها واحد سفر تلك الأيام شك الدبوس اشتباك طلق صناعي البدلة أمر 14 تزوج الفنان محمد علاء من سيدة من خارج الوسط الفني تدعمها أبو ربيع وذلك في عام 2009 ورزق منها بابنه عبدالله وابنته علياء لكن دائما ما كان علاء يخفي حياته الشخصية وعائلته عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي